بل بالعكس حسيت بالأمان فشعنقها الأمان اللي فتاقداته من نهار ماتت ماماها وقالت عمرها تحس بمثله وترسخات عندها فكرة واحدة هي أن الشخص الوحيد اللي يقدر يحميها هو نفسها إلا ما دافعتش على راسها ما عندهاش اللي دافع لها وإلا ما سبقاتش راسها على الكل حتى حد ما غادي حن فيها لأن الشخص اللي كان كي يحميها فقداته ولكن نجم الدين الرجل الغريب ما كتربطها بي حتى حاجة دافع ليها المرة اللولة يمكن حيت كانت خدمته ولكن هو ما بقاش حارسها الشخصي ورجع حماها من الوحش ديال عمها اللي كان موركة وبيسها وهي طفلة واحتفش كبرات وولات امرأة قوية كان يمكن تفضحه وتزجه في السجن ولكن ما دارت حتى حاجة من هات الشي لحقاش ما بغاش تخصر ذكرى الأم ديالها قدام خطها وباها والأب ديالها ممكن ما يستحملش ويصدقها تلفون إخبارهم بالحقيقة ممكن يسبب ضرر كبير لعائلتها وخحمها اللي بزيف عليها هاد الكلمة ويستحق يتعاقب على فعلته بأشد العقوبات ناضت من الفراش ودخلات الحمار دوشات والوات عليها بينوار وخرجات بيليها ساجد فاق وقالس في الفوتر هالزراسو شافها وناد عندها قال ليها صباح النور قالت صباح الخير قال كيف كتحسي شوية؟ قالت مزيان وهو يقول الحمد لله طلبت لنا الفطور شوية وغيطلعه دخلت الدرسينج ولبسات حويجها وخرجات ولقات الفطور فوق الطابلة قلسات مقابلة مع ساجد اللي مراقب حركاتها مد لها عصير وهو يقول ممكن نعرف شنوقع البارح حطات الكاس وقالت فليز عمركتش بدلي يسيرة البارح قال ليها أنا بغيت غير نعرف أشنو دارليك داك الكلب حتى وليتي في هديك الحالة قالت داك شي بينه وبينه ومن الأحسن سد علي الموضوع قال ليها ساجد لا باس من اللي جا نجم الدين في الوقت المناسب وهي تقول أشنو قع لها داك؟ قال من الأحسن يموت ولغا دي ياكن نفس داك شي اللي كله البارح باي ناجد بوه مريض كان بغيت رب نتخور قالت ساجد ما بغيتش المشكلة يكبر خليه في حاله ما نطنش باقي تجر يورينا كم مارجو يغيكون رجع لأمريكا قال ساجد باقي مرمي في سبيطار راه كل الدق من عند نجم الدين من اللي ما ماتش إشكر ربه وهي تقول شكون قال هاليك؟ قال ليها ساجد تاصلت بنجم الدين فاش كنتي في الدوش قال لي يهو اللي عيط على الإسحاب كنت باغي نشوفه قبل ما يسافر ولكن ما كانش كيف ندير قالت قمر شكون صافر؟ قال ليها ساجد نجم الدين رجع لدبي قمر حسات بقلبها تزير عليها وقالت آه كملوا في دورهم وطلب ساجد من قمر يخرجوا دوزوا نهار كامل في الخارج تغدى وتعشى وتمعك حاول ما أمكن يخرجها من المود اللي هي فيه كانت بحال ليلى مرفوعة فالسمعات نجم الدين مشا حسات بشعور خير رجعت باريس مضلة ما عندها وما فيهاش الحياة راكبة جنب ساجد اللي سايق وحطة رأسها على الزاجة الدكرات فاش نقدها نجم الدين من دوك اللي خطفوها ومليت والظروف الغابة وفاش مثلها الأكسجين تحت الماء وما بيتهم في الكهس وفاش دضطرات تحيد حويجها وتعنقوا باش تنقد حياته وغير الدكرات الموقف اللي وقع في الصباح من اللي شاف في صدرها ونعتاته بالمنحرف وهو بدوره نعتها بالمنحرفة حي تعنقاته اعتالت على وجهها ابتسامة عريضة ولمعوا عينيها وهي وسط هذه الدكريات وبعد مرور شهرين في هذه المدة استرجعت قمر الشركة بعد التحقيقات ولكن كانت في وضع حرش اضطروا يبيعوا أغلب الأزهم ويدخلوا شراكة مع شركات أخرى ناصيف عرض عليها المساعدة ولكن رفضاتها رفضا قطعيا أي حاجة منه كأنها جاي من الأب ديالو احتى منزلهم استرجعوا وتحولات لي هيو وهب ساجد لي كان جنب قمر في كل خطوة فين ما احتاجاتك تلقاه مشاعره غير ما كتزيد تقوى يوم عن يوم ولكن كل مرة كان كيبغي اعتارف ليها كيتردد خاف أنها ترفضه واحتى الصداقة لبناتهم الضياع ما بغاش خاطر أنه يبعد عليها في خطرة وكان راضي أنه يكون جنبها ويشوفها قدامه على الأقل حاليا ومن الحويج اللي تغيره هي أن قمر فتحات جمعيات خيرية لمرضى القلب الكل استغرب من هذه الخطوة اللي دارت إلا ساجد اللي لاحظت تغيير في شخصيتها من هون رجعوا من باريس رجعات إنسان آخر كأنها تصالحات مهارسها حدتها في التعامل مع الآخرين قلالت ورجعات كتبتاسم أكتر ومن بين الناس اللي رجعوا في حياتها هي شروق صاحبتها الوحيدة كانت الخطوة الأولى من قمر اللي طلقات بها في أحد المطاعم ورجعوا صحابات أحسن من قبل كانت جالسة قمر في الشركة في مكتب المدير مجلة الإدارة رشحتكم بقيادة المجموعة من جديد اتحل الباب ودخلت شروق بعجاجتها وقالت هاني جيت قمر هزات راسها وقالت رجعي منين جيتي ما عنديش الطاقة نتعاطى معاك هاد النهار العشيين تلقاوا أوكي يلا باي وهي تقول شروق نو 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 حبيبتي ما غاداش تصدريني بهاد السهولة وقلسيت على الفوتين قمر سدات الملف وقالت شنو كاين وهي تقول شروق كاين الخير عرفتي هاد الويكاند غادا نعرض مجموعتي في أسبوع الموضة لأول مرة ياكي وهي تقول قمر اه ومن بعد قالت شروق كيفاش من بعد غادا تمشي معايا هادا كنهاري الكبير وبغيتك تكوني حاضرة قالت قمر ما نقدارش عرفتيش حال غرقة حتى لراسي قالت شروق والله يمك حتى نوريك ما تقدريش خوديك ثلث ايام ليا أنا ما يمكنش نمشي لدبي بحدي قمر سمعات دبي وقلبها قفص قالت دبي وهي تقول شروق اه دبي مالكي قالت قمر بعد صمت اوكي نادت عندها شروق كتبوس فيها وتغنق نادت شروق عندها كتعنق وتبوس فيها وقالت اي خليك ليا لغزالة ديالي خرجات قمر وشروق من المطار تابعهم الشفور جار الشنطة حطهم في الكوفر وطلعوا اللور وداهم اللوطيل اللي حاجزين فيه خداوا سبيت واحد بجوج أسرة وكلها وحدة شدات نموسية من تعب الصفر ده غياغ فاهم وفي اليوم الموالي فاقوا البنات لبسوها بطل المطعم تتابع اللوطيل فطروا ومن تمكت وجهوا الأطولياء فين كاينين تصاميم شروق دارت آخر اللمسات على تصاميمها كانت المجموعة كلها خاصة بالقفطان المغربي قالت شروق اوف متوترة اغدى العرض وهي تقول لها قمر ما عندك علاش توتري المجموعة واعرة بالجهد قالت لها شروق كان بقى نفكر في سيناريوهات الخيبين كان خاف ما تجيش شي عارضة ولا نلقاشي بياس مفقودة قالت لها قمر ما لكي مسعبها على راسك خير بوحدك درتي أفضل معانتك استمتعي بالتجربة وباركة من التشاؤم عنقاتها شروق وقالت درت الصحفة جبتك معايا آه تفكرت وجبدأت بلاستيكة طويلة وحلاتها وقالت هاد تكشيطة ليك على قياسك غادة تجيك فينا قالت قمر زوينة وهي تقول لها شروق احنا ما لبسوش تكاشط زعمة على الله انطيحوش تيتيز اماراتي شافت فيها قمر وقالت انعلها قعيدة خرج نجم الدين هو وآيات ومشاول ريس تقريبا من الشريقة طلبوا الأكل وقلسوا كياكلوا آيات كتاكل وكتهضر وهو داير لها الخاطر عارفها كاسيطة ما كتتقاداش من الهضرة ما خلات ما عودت ليها للمعهد ودوك لي كيقرأوا معاها هيت آيات جات عند خوها لدبي باش تكمل قرأتها وبدات كتعيب ليه في لهجتهم وخلات نجم الدين كيدحك حتى تسدوا لي عينيه في نفس الريستو كاينة قمر وشوروق حط ليهم النادي للأكل أمشا قمر كانت في الطوالات وكانت راجعة وهي تساطح مع شي حد شافوا في بعدياتهم وكل وحدة كتحكم جبهتها حتى وحدة ما بغى تنازل وتعتادر هي اللولة قالت آيات ما كتشوفيش قدامك وهي تقول قمر الغلاط منك انتي آيات قالت ها مسكينة هي لك انتي عورة ديرين ضادر قالت لها قمر هي لك انتي قصيرة لبسي الطالون باش تباني للناس ابقاوا كيشوفوا في بعدياتهم وكل وحدة كملت تطريقها قلسات قمر في بلاستها وداز شوية ديان الوقت وهي تلفت شافت في آيات لاحظات الشخص اللي قالس معاها كان عاطيها بالطار حسات بشعور غريب رجعت كل شوية كتلفت للجهة في انكينة طابلتهم ابلا ما تحس ابقعت مراقبة آيات والشخص اللي معاها والصدمة هي فاش دار بالجنب وشافت وجهه عينيها تبسعه وقلبها بدك يخفق بسرعة خيالية هو اكيد هو ما يمكنش تكون غالطة شوروك كتهدر معها وهي مرفوعة تخلطوا عليها الأحاسيس شعور بالفرح والارتباك والخوف والشوق هي بالصح كان أملها تشوفه وجات لدبي وهي على علم باللي عايش فيها ولكن استبعدات هاد الفكرة احتمال ضئيل تلقى به في مدينة كبيرة وها هو قدامها كتشوف فيه والطامة الكبرى هي فاش شافتها ناضة كتبوس فيه وتعنق بعدات نظرها عليهم ما قدراتش تزيد تشوف هزات ساكها والتليفون وهدرت مع شوروك قالت شوروك ها نسبقتك اللوتين قالت ليها شوروك سنين مشي وبجوش ما رداتش عليها وخرجات مسرعة من المطعم خدات تاكسي ومشت اللوتين فرزتو وبالضبط في طبلة نجم الدين وآيات هيد الأخيرة اللي ما قدها فرحة هيد غادة تحضر الأسبوع الموضة تعطاوليها جوش تذكيرات للعرض ولحقاش مايمكنش تمشي بوحدها طالبات من نجم الدين يمشي معاها رفض ولكن ماشي آيات ليست استسلم بقيت عليه حتى وافق قالت لي وعدتيني نجم الدين قال ليها عرفتي شنو هزي علي يا حويشك ورجعي عند والديك هادرة وحدا قلتها قالت آيات صافي صافي ها هي ساكتة نتحمسة بالزار حيث كاينة مصممة مغربية غادة تعرض المجموعة ديالها شفت تصاورها في المجلة زوينة وشهبة وتبارك الله دارت بلاستها في مجال الأزياء ممتيقاش غادة نشوفها غضة رجعت قمر لوطيل ودخلات للسويت وقلسات في طرف النموزية قلبها باقي كيدرب بسرعة تمنات لو أنها ما شافتوش على تشوفه مع واحدة أخرى واش هدي هي خاطبته ولكن البنت اللي شافت معاه من قبل كانت مختالفة يكون تفارق معها دابا وهو دابا مع واحدة أخرى أفكار كتديها وأفكار كتشيبها احتوعات على رأسها هي شكون هو شكون الصراعات اللي بيناتهم وكيف كيشوفها هو أكيد كيكرهها ما دارتش فيه لقليل حسات بشي حاجة حارة نازلة مع خدها هزات إيديها كتتحسس الدمعة اللي نازلة بصباحة أعليش هاد الدموع؟ أشنو كيوقع عليها؟ أسئلة ما ليهمش جواب وهي ما بغاتش تشوف الأجوبة واش كتبكي على أكتر واحد كيكرهها؟ أعليش كتحس بهاد الزوبة وقعد المشاعر وقت ما شافته احتراج المكان لي ولو تأثير بسيط عليها ولكن نجم الدين بشخصيته وشهامته قدر يختارق جدار كانت بانياه من شحال هذا والحب قدر يتسلل قلبه بدون ما تدري وما أصعب لوعت وعداب الحب خاصة لكان من طرف واحد يوم جديد كيحمل فطياته أحداث مغايرة منصة العرض جاهزة والعارضات كذلك كل واحدة لابسة القطعة اللي غدا تخرج بيها شروق ووقفة في الخلف كتأكد من أن كل شي هو هذاك وقمر بجنبها فضلت تبقى معاها في الكواليس بجوج لابسين اللباس التقليدي المغربي كانوا كيبان في قمة الأناقة ولكن باقي الناس وخاصة النساء كانوا لابسين إما فساتين أو عبايات تلقيت الموسيقى وبدأوا العارضات كيخرجوا وحدة مورة الأخرى الناس اللي كيشاهدوا العرض نباهروا بجمالية القفطان خاصة الأجانب ومن بين الحاضرين كانت آيات جالسة كتشاهد العرض بحماس كبير سالة العرض وخرجات شروق لقات التحية على الحاضرين توجهوا الناس للحفل اللي كان من بعد العرض كان مقام في الحديقة الخلفية اللي وطيل جنب المسبح تبالي العالين في كل مكان والبوفي مفتوح واقف شروق وقمر مع بعض المصممين خدات آيات كيز العصير وكتقلب بعينها وبينت لها شروق وهي التاجه لعندهم قالت هاي أنا من المعجابين ديالك بغيت نقول لك الله يعطيك الصحة المجموعة روعة قالت شروق شكرا وهي تقول آيات حتى أنا كندرس تسميم الأزياء ومن ديما كنتي متالي الأعلى شروق قالت لها إن شاء الله تفوتيني جاع باين عليك طموحة كتدرسي هنا؟ قالت آيات آه وبفضل خويا قدرت نجي لهنا وانت ببعدك شي اللي بغيت قالت لها شروق سعداتك بهذا خوك وهي تقول آيات كان غادي يحضر معايا للعرض غير جات وخدمة ولكن غادي يخلط علي يلالا قالت شروق خوك شي تي تيز وهي تقول قمر آها هي بدات تلفت آيات عندها ونعتات فيها بصبحها وقالت آه انتي انتي اللي صحتيني البارح في الريستو خنزلت قمر فيها وقالت ماشي انتي اللي خرجتي فيها وهي تقول آيات راه انتي قاطعاتهم شروق وقالت بلاتي بلاتي فين كتعرفوا بعدياتكم قالت قمر ما كنعرفهاش ساطحنا في الريستو البارح قالت آيات كيف شفتي أنا غير بغى نعرفك قالت لي هم شروق وصافي الله يسامح كتوقع آيات سمعت تلفون ديالها كيسون جبداتوا وبعدات عليهم شوية باش تجاو قمر بقات متبعها بعينها قالت أكيد غدا تهضر مع نجم الدين استغربات من أنها تكون حبيبتو وهي كتبان صغيرة رجعت عندهم آيات مبتسمة وشافت في شروق وقالت خويا جاي وبغيت نعرفكم على بعض وهي تقول شروق آه نتعرف عليه علاش الله قالت آيات قال لي يا قرب وهي تقول قمر شروق هاني جاية غيرت فوتات قمر من حداهم وبدأ نجم الدين جاي داخل بخطوات تابتا جيرت لي آيات والتاجه لعندها شافت شروق منك تشوف آيات وهي تحلفمها بمعنى الكلمة وبدأت كتبرق في عينيها عاقلة عليه مثيان حارس خمر الشخصي الجداد اللي كحلاتها معاه آخر مرة وصل عندهم وتلاحط عليه آيات عن نقاته شاف فيها وشاف شروق اللي مدورة وجهال جهة الخرى قالت آيات مد موذل شروق كان عرفك على أخويا نجم الدين شروق دارت بالعرض البطيء ومدت إيدها وقالت متشرفين بتاسم نجم الدين بالجنب وصافحها وقال شرف لي آيات قالت لي هادي هي المصممة اللي عاوتليك عليها اليوم قدمت المجموعة ديالها نجم الدين لاحظ ارتباك شروق وكيفاش كتتحاشة تشوف فيه عرفها علاش دارتهاكا قالت شروق شرفت بمعرفتكم خاصني نمشي ما عرفت فين زادت قمر نجم الدين سمع اسم قمر وهز راسو فيها لا إراديا بدأ كيتلفت وعينيه كيقلبوا عليها بين الحاضرين وهي تقول آيات ممكن ناخد رقمك جبديت شروق بطاقة ومداتها لها وقالت ها هو رقمي وباي مشيت شروق بسرعة كتقلب على قمر من لي ما بينتش ليها اختات التلفون وكتتاصل بيها ولا كيل ما كتجاوبش تلفتات ما عرفت فين تشد ما قدرتش باقي ترجع للحفن وتلاقي نجم الدين لحقاش مرقات حتى تشوف وجهه بعدك شي اللي يوقع من لي ما لقاتش قمر خرجات من الوطيل ولقات الشيفور اللي جابهم وطلعات وقالت لي هي وصلها الوطيل فين جالسين قمر حسات بالخنقة وبعدات على الناس مشيت للجهة الأخرى من الحديقة وكانت نافورة كبيرة قلسيت في كرسي مقابل معاها وحطات البوشيطة جنها بقيت كتشوف في المنظر اللي كان قدامها وسهلا الشمس بداتك تغرب ودوا وتشعله وقفات وحيدات حداءها وتمشات على طراف سبعانها وقلسات جنب النافورة ورجليها خشيهم في المكة تلعب بيهم كانتك تقلب على أي حاجة تلاهيها على شنو كيدور فرصها ولكن مع ذلك بالها باقي مع هدف الشخص اللي مخصهاش تفكر فيه نايد صراع ما بين عقلها وقلبها حتى كتسمع وقفات بسرعة وحطات رجلها خارج الماء جات تحيد لخرى ومحفازين ضلقات لها ورجعت باللور كانت غادة تعوم في النافورة لو لقيد نجم الدين اللي سحباتها عاونها وشدت توازنها وهو يدور إيده على خسرها هزها بإيد وحدها وخرجها من النافورة حطها على رجليها بهدوء وكانوا ملاسقين وجهها على صدره ما كرهاتش تبعد عليه قبل ما يحس بقلبها اللي كيدرب بسرعة كيف طلق منها بعدات بخطوة اللور هزات عينيها فيه وكتنفس بصعوبة أما نجم الدين فكانوا نظاراته لها مختلفين على قبل كيشوف فيها لابس القفطان اللي اعطاها جمالية خاصة وبرز لون عينيها ولحظات صمت من طرفهم بجوش وخاقها مرت جمعوا عليها صدمة وقربوا منها واحتش وفاتوا اللي خربقوها حاولت متبين ششنوا واقع الداخل وهضرعت شكرا نجم الدين بتخنزيرها خفيفة قال ما تفاجأتيش بشوفتي قالت إن لا ياك انت عايش هنا وزيدون شفتك البارح في الرسطو مع هاديك صدمات من رأسها صرص بات ليه كل شي قال ليها مم شفتيني قمر بدت كتلبس في حداءها وقالت شكرا المرة أخرى وباي دازت من قدامه غادية جرها بقوة حتى تخبطات مع صدره قال ليها كتصرفي بحالي لما كتعرفينيش قمر منزل عينيها وقالت شنو بغيتيني ندير نعنقك مثلا قال ليها مثلا هزيت عينيها بصدمة وقالت ها نجم الدين تحق وقال شفت صاحبتك قبائلة جيته بجوج قالت ها ها فكرتيني خاسني نمشي لعندها غادة تكونك تقلب علي قال نجم الدين صاحبتك مشات قبائلة وهي تقول بنت الحرام قال ليها عندك فشت رجعي وهي تقول غادة ناخد تاكسي نجم الدين طلحها وهبطها وقال ها غاد خرجي بالقفطان تقلبي على تاكسي وهي تقول واشنو غادة ندير فنطارك الموثيبة مشات وخلاكني وهو يقول انا غادة نوصلك قالت لا شكرا قال قلت انا غادة نوصلك يعني غادة نوصلك وهي تقول واش بزز قال ليها بحال ها كاك بقى تساهية في ابتسامتو شحال أسجاية سومي يومياتك اللي دا تقلبي كنا دا دا تقالتش غير عاقة تبرزها وهي تتحرك غادة سابقها تبحنج مدين من لور وقال قمر تلفتات وشافت فيه بشكل غريب أول مرة تسمعوك ينادي عليها بسميتها قال ليها ما جاش معك القفطان خنزريت فيه ورجعت تلفتات مكملة على طريقها غادي مبتازم ضحكو رد فعلها دوز إيده على شعره ورجع أخشاهم في الجيب تسرواني خرجوا من لوطيل وكانت سيارة نجم الدين باركية قدام الباب وآيات واقفة حداها ردات ليهم البال جايين بجوش وشافت باستغراف قمر هيد الأخير اللي ما كانت متوقعة تشوف آيات تعجبات من اللي معاه صحبته علاش عرض عليها يوصلها ابقى وحدك تشوف في الأخرى وباين ما حاملينش بعضياتهم آيات حلات الباب القدامي بغتت له احتمنحها نجم الدين وقال آيات طلعي اللور قالت علاش حمر فيها نجم الدين وقال طلعي اللور ضربات برجليها وحلات الباب اللوراني وطلعات قمر عجبها الحال ولكن ما بيناتش ركبات حتى هي دمارة نجم الدين التموبيل وتلفت عند قمر وقال دخلي اسم لوطيل في الجي بي اس دخلاته ورجعت قادتات في بلاستا آيات قال صلور ونافخة شفايف هوم ربعائي بديها قالت حبيبي فين كتعرف هاد الأنيسة نجم الدين شاف في قمر وهو مبتاسم قال معرفة قديمة قالت آيات قديمة؟ يعني قبل ما تعرف ناهد حبث نجم الدين لفران فجأة وخبط الفولون بإيديه بجوج بقوة وحل الباب وخرج حطات آيات هيد تعرف أمها عاد عاقت بشنو قالت من لي شافت نجم الدين بتاسم القمر وهو أمو اللي في داير حدود مع البنات خرجات اسمناه هيد بلا ما تخمن في العواقب قمر ما فهما تغالي إشنوا واقع وشكون هادي اللي الذكرات سميتها ونجم الدين ونجم الدين واللبحة الهاركة حيدات آيات لحزام وحلات الباب وخرجات شافت نجم الدين واقف جنب الطريق قربات عنده متردة وخايفة من رد فعله لعنات فمها في هادا اللحظة اللي ديما مزبلها وقفت جنبه حس بيها وبلا ما يدور هدا قال رجعي للطموبيل ما باغيش نغلط فيك هادا الساعة قالت سمح لي ما قصدش نفكر كفاء قال آيات قفزات من بلازها ورجعت للطموبيل طلعات اللور كترعت قمر دارت عندها وشافتها مخلوعة وهي تقول شنو واقع قالت آيات وعينيها مغرغرين نجم الدين كعاعلية انا اللي درتها لراسي قمر حسات برأسها طرف ثالث بناجم مشكل واقع بينجوج حبيبين اذا شنو باقك تدير وسطهم هزات البوشيطة ديالها وفتحات الباب وخرجات بقفطانها شافت جهة نجم الدين اللي كان جابت سجارة وكيكل ابقات كتشوف بدهره شحال عال زادت مع الطريق لاحظ تجارة وعفت عليها دوز ايدو على شعره وتنهد وتمراجع للطموبيل حتى بانت لي شي تاكسي دايزة من هنا ولحت شي توموبيل راجعي وباركة من قصحية الراس قالت لا ما راجعاش خليك مرتاح انت وحبيبتك وحلو مشاكيركم انا غدا نلقى فاش نركب نجم الدين قال حبيبتي؟ قالت اه حبيبتك اللي معاك ما عرفتش علاش أصلا عرضتي عليها توصلني وهي معاك نجم الدين قال كتهضري على ديك البرخوش اللي في الطموبيل قالت اه وهو يقول ها ديك اختي اش من حبيبتي قامر بتاسمعت وقالت بصح اختك وضربعت على جبهتها بيدها وقالت والله هي لاختك ما يمكنش تكون من غير اختك نجم الدين كيشوف في رد فعلها والابتسامة اللي على وجهها وقال يلا هنا رجعو وهي يدكو اه هو اخا رجعت هي وياه وطلعوا ودي مرته موبيل ابقوا غادين في صمت وآيات كمشات وما عوداتش حضرات وصل قدام لوطيل وقف ونزلات قامر وقالت شكرا صبحوا على خير قال لي ها نجم الدين صبحي على خير قامر دخلات لوطيل ونجم الدين اتحرك وصلوا للدار وحطوا الطموبيل ودخل وآيات غير تابعاه وكتل عن فرازها ادخل نجم الدين البيتو وهو يتحل الباب ودخلات آيات حاضرة راسها وقفات قدامه وهزات عينيها المدمعين فيه وباينة فيها ناد معلش ندارت تلاحت عليه عن كاتو وقالت نجم الدين سمح لي يا عافا كلها مقصد انا عارفة راسيغة بيو برهوشة وما عنديش حس المسؤولية اللي جابها فميكا نخلجها ضربني عايرني غير ما تبقاش مقلق مني هافاك ضمها نجم الدين لعنده وقال صافي الله يسامح جمعي خنائنك وبركة من لبكا بعدات عليه وقالت صافي سمحتي لي قال بعد المرات كان بغي نعطيك شي سلخد لعصى معتبارة غير كان تتاقي فيك الله ما زال ما بغديري حقلك قالت والله ما بقى نعاود وهو يقول سيرت نعزي باغي نرتاح قالت غير سؤال ونمشي قال يلا تلقينا وهي تقول هادي اللي ركبات معانا فين كتعرفها شنقع لها نجم الدين ملكون المنلور وحل الباب ودفعها خارج غرفته وصد عليها الباب قالت أرضى حجو ما عليك درني راسي ما غاديش يجيني من عاس شافت حل الباب وعرفت غدت تاكلها في عدامها وهي تمشي تجري لبيتها دخلات وصدات الباب رجعنا جمدين تصد الباب واتكا فوقنا موسيها ما كانش مقلق من آيات قدر ما كان مقلق من راسه حس بالدنب لأنه ما بقاش كيفكر في ناهدك في قبل ما بقاش وجودها في حياته بنفس القوة خاصة في وجود قمر اللي صارت كتشغل تفكيره مؤخرا ولكنه ما نساش ناهد وعمره غادي نساها طلعت قمر للسويت ودخلات وهي تبان لها شروق مثل تحفق ناموسية وهي زطاسة ديال آيس كريم حيدات قمر صباتها وجرات عليها بيه وهي تقول ياكي هادو فعاي لديرهم الناس وهي تقول شروق والله هي لقل بتعليك في الحفل كله ما ليه ما لقيتكش قلت غادي كون جاك المالي رجعتي لحنا قمر قالت لها لقيتي الطموبيل باقة فيش غدا نكون رجعت متلا شروق قالت سمحي لي يا حبيبة والله ما درتها بالعارية عرفتي فاش شفتو تلفت كنت باغا نخرج من تنهاك وصافر قمر كتحييت في حواجها وقالت شكون هذا وهي تقول شروق عقلتي على البوديغارد اللي كان خدام عندك شحال هذا كان في الحفل وديك البنت اللي جات عند نخته جابته وعرفاتني عليه أنا مردت قمر قالت أعلاش؟ وهي تقول شروق نسيت يشنوق علي معاه باش تحديتيني انت قرم منه في الطموبيل وقمعني بيك القمعة العالمية كل شي هادشي بسببك انتي صراحة كي يعجبني وانتي خصطي لي يا البلان بفكرتك العبقارية قمر عقدات حواجبها وقالت كي يعجبك؟ قالت شروق أه كي يعجبني شنو فيها؟ عار ثاني كان موت على تيدي خاصة الصحيب والقاسح قمر وعات على رأسها والتازمات الصمت وقالت باز قالت لي ها شروق عقلتي شنو قعليك معاه قمر انتكرات الحرب الباردة اللي كانت بينهو بالنجمي وفيش صيفتات ليه شروق تقرب منه باش يتخاصم مع صاحبته وعلى هاد الفكرات ذكرات نهار تبعاته وشافتو تلاقى بحفيته وتبعاتهم من البلاسة اللي خارج المدينة جنب البحف منت صرفاته كان باين عليه كي يبغيها بزع ولكن فينا هي دابة؟ قاعد فترة اللي رجعت تشوفو عمرها شافتها مها وما بغاتش تشوفها أصلا يمكن ما استحملاتش تشوفو مع واحد أخرى شروق لاحدات شرود قمر وهي تزعزع قالت ايه سبحان الله فين مشيتي؟ وهي تقول قمر بغندو وشو نعف غدا معاش عندنا الطيارة شروق قالت مع السبعة دلعشية شنو؟ ما تخيتيش؟ نزيدو شي سيمانا؟ وهي تقول قمر انتي مثالية راسك أما أنا تابعاني شاركة خاصني نوقف عليها وهي تقول شروق مثالية؟ مصممة قدي قد لخيها وقد تقولي عليها مثالية غير ما عندكش الموهبة أما أنتي ترح فيها هيد المجال سعيب علي ها بالحق كان ممكن تكوني عارضة وانتي رفضت أصلا هادي ماشي موهبة غير تعطاتك هبة الجمال والرشاقة من عند الله دخلت قمر الحمام دوشات ولوات عليها البنوار وخرجات ألقيت شروق كتها ضرف التليفون وخدات من الشنطة ما تلبس قطعت شروق وقال قلعي معامل كنت كنهدا وهي تقول قمر معامل قالت شروق آيات خط الفوقوس عيطات عليها وقالت ليها عارضة علينا عندهم أنا في الأول رفض ولكن من اللي قالت لي يا را هو هموا للفكرة يعني غادي يكون ساش نوقع شحال هذا إذن غدا غادي لمشي ونتغداه معاه هو واخته ومن بعدنا رجعون جمعوا حويجنا ونمشيوا للمطار قمر قالت وشكون قال ليك أنا غادة قالت شروق ومالكي بغياني نمشي بوحتي قمر قالت ليها متأكدة هو اللي عارض علينا لا تكون ديك اللي برهوشة طالقاها شروق قالت لا ما نظنش ما بيناش عليها كتكدر واو أغدا نخدروا عويناتنا شوية قبل ما نمشي كنت حاسبة دوبي عامرة تيتيز ساعة كاينين غير مالي اللي فاقة واللحية متراسية كون ما تيتيز بلادي كنت تشيرت هادي يومي النود ندير شي ماسك قمر قالت جمعي راسك شوية هاد المرة ما غاديش يقمر غادي يعطيك حتا تسند أنا اللي مجربة دقتو حلات شروق فمها وقالت دربك وهي تقول قمر ولكن درت علاش قالت شروق سعداتك الله يعطينا غاة شوية من زهر وهي تقول قمر الله يستر سطحات قمرت بلاستها وغمضات عينها وخامة بيناتش ولكن فرحات على الأقل غدا تشوفوا الآخر مرة قبل ما ترشع للمغرب شكون عرب يقدر تكون هادي آخر مرة يتلقى في الصباح فاقول بنا تفضلوا وهبطوا لصباح رجعوا وطلعوا للسويت وكل وحدة جمعات حويجها في شنطتها ولبسوا حويجهم وهبطوا وخرجوا من نوتها ولقاوا السائق كيتسنه طلعوا وعطاتوا شروق العنوان شوية وكانوا قدام الفينة افتح لهم العساس الباب وهبطات قمر وشهوق شافوا آيات في الباب كيتسنه فيهم جاوس المعليها وآيات عاملات مع قمر بقروت وحتى قمر عاملتها بنفس الطريقة دخلوا تابعين آيات وقمر كانت متوترة على غير عادتها هي دابة في وسط دار وسط دار نجم الدين وصلوا للصالة وكانت طبلة طويلة عامر أكل منوع طلبات منهم آيات يقلسوا قالت مرحبا بكم تفضلوا وهي تقول شروق فينا هو وقوق قالت آيات ما زال ما جامل الخدمة شوية ويدخل سمحات آيات الباب كيتحل وهي تمشي كتجري ادخل نجم الدين ومعه جلال ونادين قالت آيات جيتو وهو يقول نجم الدين علاش معي طعلينا كاملين ايش كاين قالت آيات ما كاين والو غير بغيت تتجمع الشلمة ايش حال هادا ما كلينا مجموعين اه كاينين شديها قال لها نجم الدين شكوه وهي تقول آيات دخلوا دخلوا را خليتهم بوحدهم دخلوا كاملين نجم الدين لمح قمر قاسة في الطبلة وتصدق ابقى كيشوف فيها غير هي ما تلفتش نجيه شروق جلال تسالم مع شروق ودار عند قمر وقال العابي ري قمر عندنا علاش انا ما في خباريش بغيت احنا يسلم عليها من وجهها وهي تمدليه ايدها نجم الدين اللي كان حاضيها بتاسم واحد ملاتي بتسامة ما قدرش يجمعها قرب احته هو وسلم على شروق في اليد ودار عند قمر ومدليها ايده صافحاته وبغت جر ايدها وهو يزلر عليها شافها عاق دغ وبشتها وبتاسم بجند وطلق منها دار بغي يجر الكرسي اللي مقابل معاها وصبقه جلال نجم الدين قال له تلاحل هي قال لي جلال ذا عمال اصداقية ليا اينا اللي يضير قال ليه نجم الدين اقلس لهي ولا اخرج حالا جلال قال نقلس حدا الامور اقلس نجم الدين مقابل مع قمر وقلسات جنبونها دين اللي كانت كتلقي في سمها غير بحدها حيث كانت حاضية نجم الدين لاحظات الشوفات والابتسامة اللي دار القمر واحتفاش بغي يقلس مقابل معاها والتخنزيرة اللي دار فخوها فاش مشاكل سجنبها بدأوا في الاكل من بعد ما عرفاتهم آيات على شروق اما قمر با يطلقوا بها آيات شدات الحتيث مع شروق على التصميم وجلال مجمع مع قمر على الخدمة والصفقات ونجم الدين كان حاضيهم بلا ما يعيق شافوه من ثورتهم في الهدرة وهو ينود وعيط على جلال وقام توجه هو وياه المكتب ولبنات نادو خرجوه للجرق جابت ليهم الخدامة القهوه ونادين هزات الفنجان ورشفات منه وشافت في قمر اللي قالسة قدامها قالت مضموة زال قمر مرتابطة قمر هزات حاجبها وقالت علاش كتسولي؟ قالت نادين عادي باش نتعرفوه على بعض وهي تقول قمر هذا سؤال شخصي ما كنسولوهش لشي حد عاد عرفناه نادين تقنعات وهي تقول غير بغيت نفتح معاك حديث ما قصدت فيها حتى شي حاجة وهي تقول شروق وانتي مرتابطة؟ قالت لها نادين تقريبا ولكن ما زال ما كاينش حاجة رسمية شروق قالت لها يعني ركباقة بايرة بحال نبحالك وهي تقول نادين بايرة ايش هاد المصطلح؟ وهي تقول شروق حبيبتي هادك اللي قدامك بنت العابري وما أدراك ما العابري وكنقول عليها بايرة يعني عادي ما كاين لاش البروتوكول نادين الزيرات بغيت تقلقهم حتى صدقوا عاطينهم مدت الأخبار لهم يا حزنين ولكن حلفات حتى ترد لهم الدقة شافت الكوب اللي قدام قمر باقي عامر وهي تدي الرأسها بغتت نوت ضربات الطابلة احتدت خوات القهوة سخونة على فخاد قمر قفزات شروق وقالت واش انتي عورة؟ خوتي عليها القهوة سخونة قمر بعدات الجنس بيديها على الحمها وشافت في نادين بشو فديا اللي قتيلة عرفاتها دارتها بالعالي نادين بدات قد تغبر سمحي لي كنت بغى النوت وما رديتش البال وهي تقول آيات آجي معايا تحيدي عليك سروان قالت قمر لا بلاش غادي نرجع له طي وهي تقول شروق وخزكي تحيديه وتشوفي واش الحرقة خايبة وخنزرات في نادين قالت آيات يلا هي معايا طلعوا الفوق ودخلاتها آيات وديتها وهي تقول حيدي سروالك في الحمها أنا غدا نجيب المرهم من تحت ونجيب ليك ما تلبسي كيف خرجات آيات من البيت توجهات قمر للحمها حيدي تسروال ولقات بلاسة الحرقة حمها غسلاتها بالماء ومزيرة على عينيها من الألم خرجات من الدوش وقلسات فوق فورتين تريكو اللي كانت لابسة طويلة شوية واصل لفخاضها سمعت الباب تحل احساب ليها آيات لي رجعت احتوقف عليها نجم الدين السيدة شوكا فاش شافها قال ساها كاك ورجيها مع رمي ما عرف باش تبنى وقفات قمر وهو يبانو ليه طبعات حمرين في فخاضها قال ما لكي فرشليك قالت تخوات علي القهوة واختك مشا تجيب لي المرهم وقالت لي انت سنها هنا قال اه اجي معايا وقالت فيه قال ليها وغير اجي تبعاتوا للخارج شافتوا حل البيت لقبالتهم ودخلات موراه باليها الديكور رجولي واللون الرمادي والاسود طاغي على الغرفة عرفات هذه هي غرفته حسات بتوتر بكتر من قبل تبعاتوا بعينيها احتض خلي الحمام وخرج هايز شي حاجة في ايده قبل ما يهضر شد فيها من ايدها وجرها يلسها فوق الناموسية وتحنى على ركبته حل المرهم اللي في ايده وحطوه على الصبر هز عينيه فيها وقال غتحسي بالحرق غير صبر دوز المرهم بسبعه على البلازة الحرقة حسات باللساعات وزيرات بيديها على الفراش شاف فيها ولقاها مغمضة وعينيها باينة فيها كتتألم تحضر وبدك يصوت على بلازة الحرق حسات بنفسه وطلعت مع هاتبوريشة بتحات عينيها وبيتقفز من بعدها قال ليها مالكي قالت والو شكرا خاسني نمشي قال نجم الدين سناي نجيب ليك شي حاجة من عند آيات تلبسيها ما خاسكش تهبطي هاركا قالت ما عنديش مشكين نهبط هاركا شاف فيها بجدية وقال جلال كينل تحت وهي تقول وشنو الفرق انت أصلا شفتيني نجم الدين قرب عند هوقع كاين فرق وفرق كبير كانت غدا طيح كون ما شدها نجم الدين وجرها بخفة تدحات معاه بكوة وطاحوا بجوج في الأخد حلات عينيها بشوية ولقات راسها فوقه وجاها عند وجههم وبناتهم مسافة قليلة داز قدامها غير المشهد ديال قبل فاش زلقوا في الحمام وطاحت ليه الفوطة نجم الدين شاف هاد زنقات وعرف هاد ذكرات الحادثة ديالفوطة قال جاب الله هد المرة ملابش الفوطة قام رغوا بشات وقالت انت اللي جريتيني كنت خير جاف حالي حط قيدو على خسرها وزير وقال باغت نزلي هكا بلاسرو هان قالت شو غلي هادك ممكن تحييد إيل بك وهو يقول ممكن تنوضي من فوقي ناضط عليه ونزلت لات طريقه وقف نجم الدين وشاف بها مخنزرة جابت ليه الضحكة قال ابقاي هنا هاني جاي خرج من غرفتو وسد الباب موراه لقى آيات غادة في الكل وار وجايا بحالي لا مدرا ليها شي حاجة قالت مش فتيش قمر خدامي عندها السروال وقال راه عندي في البيت غير هبطي غادة نعطيه لها آيات هازة حاجبها وقالت عندك في البيت نزلي عليها بقيد دولة راسها وقال نزلي آيات شاتكت حق في راسها وقالت شنو قلت أنا غير بغيت نعطيها باش تداول حرقة وخانا عنديش معاها حس براسها بلا قياس هو يقول نجم الدين الدوات غير ثيري آه بعدها كيف شوق عليها قالت هو الصراحة ما عرفتش واش قصداتها اولا ولكن باين عليها ما حاملهاش غير من الشوفات اللي كانت كدير فيها ولكن يقدر تكون عن غير قصد نجم الدين قال طلقينا خلاص قالت ديك نادين هي اللي ضربات الطبلحة تتخوات عليها القهوة سخونة قال صافي هبطي هاحنا جايين قالت قانت سناكم حمر فيها وبيتطير مع الدوش حل الباب ودخل شاف قمر قال سفق ناموسي قربوا مدليها السروان وقال لبسي هاني كانت سناك في الخارج خرج وخلق ماركة البس كيف كملت بقات واقفة وسط غرفته كتتأمل فيها شافت جنب الناموسية وهو يلفت انتباهها القادر اللي فوق الكوافقوس مشيت ناحيته ما حدها كتقرب والصورة كتوضاح لها هزات الصورة كتشوف فيها وفجأة تحولوا ملامحها الحزن هي نفس البنت اللي شافت معاه جنب البحر صاحبة الشعر القصير الأسود يعني هو باقي معها وكيبغيها وإلا ما كانت صورتها عنده جنب فراشو إذن علاش كيتعامل معها هاركا وكيعملها باهتمام نجار فات ورهاد المشاعر الجديدة عليها ونسات شحال من حاجة ولكن ماش بإيدها باش كتكون معاه كتختابر أحاسيس وهمرها حسات بهم من قبل حطات الصورة في بلاستها وخرجات لقاتوا كيتسناها في الكونوار وصلت عنده وكملت على طريقها بلا ما تشوف فيه هابطومن الدروج ونجم الدين موراها مستغرب من التصرف لدار الدابة خرجوا للجردة في كينين البقية وقامت قربات عن تشوروق وهضرات معاها نوضيتك حدي وقلا تابعنا الطيارة شوروق قالت مالكي شنوقع وهي يدقول بقاي أنا غدا نمشي شوروق قالت صافي ها هي نايدة وهي يدقول آيات الشوروق قلسي قصري معانا باقي الحال شوروق قالت لا خاصنا نمشي سمعها نجم الدين وهو يشوف قمر بقى كيشوف فيها حتى هزات عينها وشافت فيه ولكن ضغيب عددهم وحس بها كتجنب نايدين قالت سمعت اليوم راجعين المغرب خذكم تمشيوا يلا توجد ريوتكم دار نجم الدين وشاف فيها شوف قاصحة وهي تجمع فمها وآيات رفقات شوروق وقمر ودخلوا الفيلا آيات قالت شوروق ممكن جي معايا دقيقة بغيت نوريك شي حاجة من ذاك الشي اللي قدمت في مشروع نهاية الفصل غير شوف قبل ما تمشي شوروق شافت في قمر وقالت لها سيري طلعوا الفوق وبقات قمر واقفة سمعت خطوات مورها يلا بغت الدور وهي تجر من ايدها لقات راسها في الكوزينة ونجم الدين شارت في ايدها بقوة قال لها مالكي قالت كيفاش مالي اي طلق من ايدي طلق من هوقال اش نوقع علش كتصرف في هاك قمر قالت كيفاش كنتصرف عادي وهو يقول بغت تمشي على داك شي اللي دارت نادين انا غادي انتفاهم معها وهي تقول بغيت نمشي وصاف راجعي نفحانها الى فخبارك نجم الدين قرب عندها حتى لسقات مع البوتاجي وقال تصرفاتك كل ساعة كيتبتل ما قادرش نفهمك قالت ما عندك لاش تفهمني ولا تصدع راسك بيا عندك حويش اخرى اهم نجم الدين حط ايديها للبوتاجي حاصر هو كيشوف في عينها قال ما مقتنعش بهذا الهضرة اللي كتقولي بش نوكاين قمر كتسمع دقات قلبها في ودنيها واستجمعات قوتها وحطات ايديها على صدره ودفعاته قالت مل احسن تبقى الامور هكا كل واحد في حال كانت منا من قلبي ما نعاودش نشوف فك مرة اخرى نجم الدين زير لقيته وقال آه نسيت شكون انتي للحظة قلت يمكن تبتلات ساعات كنت غالط قالت مزيان من اللي رجعت تذكر تيش كون انا وش نودرت لك هكا حسن لنا بجوج دازت فيه ومشات تبع هب عيني حتى خرجت من باب وهو يضرب بدك شي اللي فوق البطاجي كله نزل الارض خرجت من الكوزينة وطلقات بشوروق ودازت تبعاتها كتعيط ولكن مدات هاش فيها وطلعت للطموبيل وقفات شوروق حتى توادعات معهم وخلطات عليها كيف ركبات زادت الطموبيل وشوروق شافت في قمر بغت تسولها مالها ولكن خافت من رد فعلها خلاتها على راحتها ووصلوا للوطين طلعوا سويت وبتلو حويجهم وجهزوا ريوزهم شوروق غير حادي قمر اللي ساكت وكتشمع كملوا وهبطوا وطلعوا في الطموبيل اللي غدد ديهم المطال ودخلوا لقاوا الرحلة باقي لهان الساعة قلسوا في قاعة الانتدار حتى يوصل الوقت طلع نجم الدين البيتو وبقى غادي وجاي ومع الصبر معارفش علاش فاش قالت له ديك الهضرة اعشقي هالرسلي هوجها كيفاش كتمنى ما باقيش يتلاقروا واش لهاد الدرجة كتكرهوا وما حاملاش فيه الشعرة اضرب رجلوته بلحطة قلبات دووز ايديه بجوج حلا شعروا كيتنفس بالجهد لعبات ليه بأعصابه بالهضرة اللي خرجات من فمها سمعت دقان في الباب شوية وهو يتحل دخلت نادين مبتسمة وقد تمشع نمهالها ابقى كيشوف فيها شنو بغتصنا وصلت عندو شدت في ايدو قالت عندي ليك مفاجأة حيد الكل وشوف شنو كينت نمه نجم الدين سحب ايدو وقال نادين خرجي في حالك ما عنديش لخاطر لهالش نادين حيدات الكل على كتفها وقالت درت وش مجديد قربات ليه حتى لسقات معاه وقالت شوف شنو مكتوف فيه نجم الدين حدر عينيه وقرأ اسمه وقال واش واش محقيقي قالت بدلع اه وشمت اسمك نجم الدين بعد عليها وقال وعلاش واش ما سميتي في لحمك قالت انت عارف علاش نجم الدين قال شوفي قلبيع ليه هاد الساحة ما عنديش لخاطر لهاد التخرب قد يالك ناديه كل مرة طال عليها بحاجة في شكل ما احتار مك فقط على وجه خوك قالت شكون قالك احتار منيه ما تحتار منيش ودير فيه ما بغيدي شحال من مرة بينتليك باللي باغاك ونتك تصدني في الاول قلت باقي متأثر بموت خاطبتك وما كتشوف جهة لبنات ولكن علاش هي كتدير فيها دكشوفات وتبتسم لها باش حسن مني هي باش قال فمك جمعي قبل ما نحط فيك ايدي وندم عليها دايرة فعايل تبرهيش وخاوي عليها القهوة سخونة وزايدها كتخرجي عينيك وجايت تحاسبي معايا خرجي نادين قالت علاش كتتجنب الجواب حيت هضرت سي صحياك ديك سلقوط دقمر شنو دارتليك احتمستاتك في خاطبتك اللي كنتي ما كتشوفش من غيرها نجم الدين نزل عليها بسقلة احتد زعزع لها الوجه وقال انتي اللي سلقوطا جايك اتعرضي عليها رأسك خرجي في حالك خرجي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر